السلام عليكم انا حمزة اليوم اشرح ملزمة الديجستف سرجيري اللي تخص ديركتم وهذه الملزمة بارتين البارت الاول اشرحها اليوم البارت الثاني على مرتبة اذا طلع لكم الملزمة بدون مشاكل تقنية ملزمة اليوم المفروض خمسة وعشرين سلايد بس انا يمكن حطيت لها ثلاثين خمسة وثلاثين سؤال وامسكي وحليتها لانه دكتورنا الحبيب دكتور باسم يعني سوالي ترست ايشيو بالهرنية يعني امتحنا السرجيري بالهرنية اللي كانت منزمتها جاب خمسة اسئلة هرنية فالموضوع صار بيرسونال رح اتدورت على اسئلته بالركتم للرابع للسادس وبحثت على مصادر هذه الاسئلة اذا كان بها مصادر واذا ما كان بها مصادر احنا رح اتطلعت الاسئلة وحلها من بيلي فا يعني الاسئلة كلش كلش وهذه المحاضرة و ناخد بداية بعض المعلومات المهمة عن نشوف ان احنا عدنا هنا وراها رح يجي وراها عندنا اللي رح يجي بدنا لأينا الكنال احنا محاضرتنا اليوم رح تتكلم على هذي المنطقة هذي المنطقة ماركتم واللي يقول بها انه تتقسم الى ابر ومدل ولاور ثرد وبها مثل ومن المعلومات المهمة انه اللي انفاتي قدرين اجملته الباث مالتها ليفوق يعني تسعد ليفوق خصصا هذي باهمية لما نحكي على فد ركتل كانسر فالمتاستيز مالتا يسعد ليفوق مثلا يسعد ويوصل مثلا لانه واحد من الاسئلة الشائعة اللي غلط بها بموضوع الليمفاتيك درينيج انه يقول لك هو ينزل ليه جوه بسياق مثلا كيس مال ركتل كانسر بس هذا خطأ اغلب الليمفاتيك درينيج يسعد ليفوق الليمفاتي الاول بالاشياء اللي نحنا اخذها بمحاضرة اليوم هي التروما اللي تصير بالركتل وهذي يعني غالبا تحتاج السرجري و اثنان السرجريش راح نسيب راح نسيب التمراري كولاستومي مثلا تخيل انه مثلا هنا السيغمويد كولون وهنان الركتل وصار فت انجري معين بالركتل شخص وقع على شارب اوبجيكت او فتشي وعني صار فت كمية دم وانجري وكذا فانا شو راح اسوي راح اجي افصل بين الركتل وبين السيغمويد كولون وراح احط فتستومة بين السيغمويد كولون والجلد فالستول راح يسعد منها وحيطلع من خلال يعني شو نقول من خلال السكن لاني سوات فتستومة معينة حتى يطلع السيغمويد كولون من عدها بنفس الوقت بخيطه يعني هيتش يحط خيطه وذابه بالبلوك فلور ما يجي من خلال السكن يعني ساق مزدود ومخيط ما اسمح ان السكن يدخل من خلاله ليش لانه هو بالشي بليدين وكذا وان يجي اقزم الحالة اسمح بالستول ان يفوت فلا افصل بين السيغمويد كولون وبين الركتل احط له تيمبراري كولوستومي واخيط الركتل وضربه بالبلوك فلور واشوف الحد ما يعني يصير زيان هذا الركتل وساعتها على جواخر الاستومة وارجع اربطهم سوا ويرجع طبيعي واقفة سيريس ريسك للنيكروتايزنج في الشاعات احنا عدنا هذا الركتل نرسم هنا الانتيريار سايد وهنا البوستيريار سايد اكو اورجنز هنا مثلا بالفيميالز اكو رحم وهذا اليوترس وهذا السوالف اكو فاتفايشيا بهاي المنطقة بين الركتم وبين يعني شو نقول اليوترس ولي ورا همين اكو فاتفايشيا وبين مثلا الساكرال بالميلز همين بينه وبين البلاثر فهاي الفايشيات اذا صار فات انجري واخترقت وتعرضت الى وبعض يعني الارغانزم اللي بيها ممكن يسوي نيكروتايزنج فايشياتيس وهذه تتعالج ايضا بالانتيبايتكس وتتعالج همين بالنفس هذه الحالمة لانه حط كولستومي وخيط الركتم حتى انطي تايم انطي تتعالج وبعضها يقول انه اكو بينه وبين لانه اكيد يعني هذا بين هاي الاماكن موضوع الموضوع المهم بهذه المنزمة هو الركتال والركتال يعني اذا ترسم الركتم هنا عندك وهذا الانال انه شنو انه هذا الركتم كله يجي ينزل من خلال الانال يعني كل شيء همين من فوق ينسحب يعني مثلا السيغمويد كولون راح يجي ينسحب لي جوا بعض البارت من الكولون ايضا تنسحب اذا هذا ال الانال زين احنا تشوف انه الركتم نازل لي جوا اوكي نازل وبقية البارت من الانتستان ايضا نازلة تنزل كلها زين اكفت مشكلة خلت هذا الركتم ينزل لي جوا وهذا ممكن يكون ميوكوزا ممكن يكون يعني مرات بس الميوكوزا تنزل مرات كل يعني الركتم كله هو وبالعضلات والمسل وزمانته كله ينزل فالموضوع يبدى كانتستبشن والانتستبشن شنو؟ انه فتشي كبير يطب ببطنه فتشي صغير اوكي هذا فتشي صغير راح يطب ببطنه لهذا الفتشي كبير يسمو فالموضوع بداياته يبدى هيتشي انت عندك هذا الركتم وهذا الانال احصل في التلسكوبين انه على اساس هذا كبير هذا راح يكون شوية اصغر لسبب ما راح ينزل من خلاله فهذا يبدي كانتستبشن وعدنا فتفريقين مهمين انه بالتشيلدرن البرولابس يكون ميوكوزل زيان ويتعالج كونزيرفتيفلي اما بالادولتس فلا يكون فول ثكنيس لهذا العلاج مال تلازم يكون من خلال السيرجري وبالادولتس الى علاقة بالانكونينس السيرجري is necessary مثل ما قلنا والاوريشن ياما بيرينيوم وعني هذا اذا اريد احتي شي علي فت مختصر من هسه انه البرينيوم انه مجرد من جوه مننا اريد اعالج من هاي المنطقة زيان وحاول ارجع الركتم المكان طبيعي وهذا انطيب بالناس اللي ما يدرون يخضعون الى جراحة بينما بالفتح انه افتح الابدومن واسوي ركتوبكسي زيان انت شايف هذا الركتم وهنا وهنا الكنال فرا حاجة اثبت الركتم بالابدومنال وال او يعني المنطقة اللي هي وبيها بالكابت اللي هو بيها حتى بعد شنو حتى بعد ما اسمح لانه ينزل بس هاي العملية شوي ممكن بها اكسبوزن للنيرفز اكسبوزن لبعض البيتال ممكن الانفت بيشينتس ما يتحملوها فلازم اسويها بالفت بيشينتس زيان ورغم انه هاي العملية هي الافضل اللي تناع الريكرانس احسن من هالي بس لا يعني مجبور انه اقيم حالة المريض قبل ما ابدأ سويها هاي صورة اخرى البرولاب ستشوف انه هي نازلة من خلال العين الكنال هذي بارشال ثيكنيس فقط يعني الميوكوزة اما هذة فول ثيكنيس شوفها كل المسل ليرز نازلة من خلال العين الكنال صورة اخرى البارشل نشوف انه هوا اصغر مينما الكمبيت يكون اكبر البرشل ميوكوزة 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 زيان ويكون خصوصا بعض الاتاكس ما الدائرية وبعض يعني يعني يصاعدهم دائرية هو من خلال العصر ميوكوزة اما غالبا بالادولت زيان وهذا بالادولت يعني يكونون او تكون يعني ضعيفة او بعض الفيميلز لما تعدد يضعها في وقلنا احنا يعاجون اما دولا يعاجون بالسرجري وهي السرجري ينقسم الى ابدومنا قلنا هذا الابدومنا او ينقسم الى اللي يكون طبعا واحد من التفريقات اللي حجاها الدكتور بين ال 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 بس اللي كل الامعاعة تجي مو بس يعني كل الامعاعة ببطن اللخ وتنزل من خلال الركتم مو بس الركتم نفسه فقال انه على حسب الانال فانت اذا شفت كلش طالة من الانال يعني كلش نازل لي جوا هذا البرولابس فهذا تعتبره غالبا انه هو اما اذا كان لا مجرد قليل كلش او حتى ما يوصل للانال فهذا نعتبره احنا قلنا يكون ياما ميوكوزال ياما فول تيكنس فاننا نحكي على الميوكوزال وعلاجها بالأدولت نزيان هو احنا قلنا غالبا الميوكوزال تكون بالتشلدرن بس يعني لا يمنع انه تكون بالأدولت ايضا فاذا صارت بالأدولت فرح نحط لها بعض الانجيكشن مالفينول بعض الربرباند نزيان ومرات لا يسمون فال للبرولابس الميوكوزا اذا كانت يعني يونيلاترال ومو كلش يعني متوازنة بحيث تقدر ترجع من خلال البرولابس الميوكوزال اما بالنسبة للفول تيكنس فهذا يعني غالبا يحتاج السيرجوري بس يعني الحسن الحظنة وليس كومن والبروتروجين قلنا بالفول تيكنس يعني كل اللايرز وين ينتج من الويكوزال كفلور ويبدي كانترسيبشن ويطلع يعني واحد من طرق التفريق بينه وبين انترسيبشن انو اوتسايد انس انس انترسيبشن حسنا عندي فول شون رح اجي عالجة بالسيرجوري شن العمليات السيرجوري اللي استخدمها طبعا هذة السلطة كلش مهمة هواية هواية اسئلة تتكرر على الموضوع احنا حتشين قلنا البرينيال والابدوميال البرينيال أبروش غالبا اسوي للنفيت اولد فريل بايشنس اما الابدوميال أبروش فاسويه للفيت بايشنس اكو هواية طرق للبرينيال أبروش من هذة النيل هيتريتش و ديلروم و ألتماير الفكرة من هاي العمليات انو انو انطب من جوه انت تتعرف هذا الركتم و انت انت تلاني انا الكنال و اللي مثلا صار البرولابس اللي هنال ليجوه نزل ليجوه الفكرة انو انا اتعامل بهاي الطريقة بالبرينيال أبروش مننا كل طرق و نطاق عملي رح يكون منها مرات يعني مثلا اسوي هاي انو اجيب الانالكنال نفسه هذا الانالكنال اجيبه و احط فيها فد نوع من الوايرينج يعني احاول اربطه فد واير زيان و اضيقه زيان الانالكنال رح يصير ضيق زيانو يصير يعني اللوم المالتنارو فلهذا ما رح يسمح للركتم اللي هو رح يكون شبير في هالحالة ما رح يعني ما رح يدخل بنارو نارو لومن زيان فهنان هي هاي الفكرة من هذه العملية انو ضيق اللومن ما لدينا الكنال حتى ما اسمح للركتم انو ينزل من خلالها وبعض الابريشنز الاخرى اللي ممكن تضمن العب الميوكوزة او العب بعض يعني سوي بعض الموديفكيشنز حتى ما اسمح للانترسيبشنز بس قلنا اهم فكرة بالبرينيال ابروش انو هو استخدم الامفت بيشنز وان اذا اشتغل من جوه اما الابدومن الابروش فهو الفت في بيشنز انو افتح الابدومن واجي اشتغل عليه وتعتمد هاي الطريق على الفكسيشن للركتم اذا عندك هذا الركتم ازيان وهنا هنا الكنال ايضا ايجا احاول اثبت الركتم يعني الابدومن او بالكافتي من خلال بعض المش ازيان اه بس شنو هاتي تطلب انو افتح الابدومن افتحها المنطقة وقلنا بما انو يعني فتحت ابدومن فاكو مثلا اكو ارتريز اكو اكو وهاي يعني ممكن تعرض للاصارة بهاي العملية فلهذا احتاج اصويها بالفيت بايشنس احتاج اصويها بالبايشنس اللي يتحملون هيج اوبن سيرجري فتشوف ان احنا هنا يسوي لهم ماشا اما التفاصيل العملية فيعني ما مطلوبة من عدنا بس يعني التسمية شوية مطلوبة اللي هي سوتشرت ركتو بكسي دعما قلنا بكسي هو عمليات التثبيت اذا هذا الركتم اجي اثبته بالوالها يسموها بكسي فالركتو بكسي اخيط الركتم وايثبته هنا ايضا بالتكستبوك يحكي على انه الركتو بكسي هو اما الركتو بكسي فهي ويحكي ان الركتو بكسي هي اللي تأدها اقل وهنا يحكي على تفاصيل زائدة انا قلت الاشياء اللي مهمة منعتها بس حطيتها اخاف واحد يعني بيحب يقراها الإجابة الصحيحة هي الفكرة من هذا السؤال ان الناس ايضا استخدام منهم واحدة من البرينيال الابروتشي اللي بيها يعني خصوصا يعني هما انه تبرهم هاملين البرينيش اللي ميتحملون انهيش عمليات حتى الاناتوبة مالتهم دائما متغير فالثيرش وايرينج هي العملية المناسبة وقلنا هي انه اضيق الاينا القنال بدمعين كبيرة اضيقه حتى ما ينزل الركتم من خلاله بس اهم شي تعرف انه الناس احنا ورشي شنعالجهم يعني كونزيربتيب لي زيان لانه يعني كان شنو غالبا كان غالبا ميوكوزل بس اذا الكنزيربتيب مالتي فشل فساعتها رح اروح للثيرش وايرينج هذا السؤال يقول الشخص عمر 30 سنة اجابة شنو هو البروسيجر اللي تكون الاجابة الصحيح هي الابدومينال ركتو بكسي اذن بتثبيتها كلش حقيقي اكو بعض الملاحظات اللي موجودة بملزمة الريتن من الدكتور من المادة يقول السرجيري ركوايرت هذا قصدع ويحش على الابدومينال ركتو بكسي يقول عدها ركتو بكسي ويقول اذا البيشينت كان فساعتها رح نفضل عمليات البرينيال البروسيجر المشكلة اللي تظهر هو باللي يقول ابعادين يقول انه هذا الابدومينال بروسيجر لها ريسك تسوي دامج للاوتونامي وممكن يسوي لك فلهذا يقول لك يفضلون البرينيال باليونج من هالعبارة عليها علامات استفهام لانه مثل ما شوفتكم آني انه الابدومينال بروسيجرز يعني بمعضم المصادر الابدومينال بروسيجرز هي الابدومينال بروسيجرز وكل الاسئلة اللي جاي على هذا الموضوع واللي يكون بها الابدومينال بروسيجرز وكل الاسئلة اللي يحتي على الابدومينال بروسيجرز الاجابة الصحيحة تكون وحتى المصادر اللي يستخدمها دكتور المادة واللي يجيب من عندها الاسئلة تحط الاجابة الصحيحة على وفق هذه المعلومات اللي موجودة دين هسا بس مجرد مراجعة سريعة للبرولابس اخاف واحد يعني خسر السياق اشوف البرولابس حيكون او فول تيكنس اذا كان ميوكوزا رح اعجب واذا ما فاضل رح اعجب سيرجري اللي هي بروسيجرز الفول تيكنس رح يكون على حسب حالة البيشنس عدني الابدومينال بروسيجرز الابدومينال بروسيجرز هيتحتاج فتس بيشنس واللي رح اسويه ركتو بكسي اما الابدومينال بروسيجرز انه بها الرسك تضرب بها الرسك انهما ما يتحملوها النقاش اللي يدي يصير انه هل هي بها الرسك على خصوصا انه ممكن تسوي لهم سيكشول ديسفنكشن هذا هو محل النقاش هذا هو الخربطة اللي صارت بين الاسئلة الموجودة وبين المكتوب عندنا بالملزمة بس هو بالاخير هو موضوع وهو يعتمد الحالة والسيفيريتي والريكرانس مالتها فممكن ساعة رح يحدد الابدومينال بروسيجرز بس بشكل عام بشكل يعني جنرال حوضها على اللي كاتبها بالاخضر ابدومينال فيت بيرينال اولد بيشنس عدنا مرات شي اسمه ريكتو الالسر يكون انكفة الالسر مشهور المنطقة ما ها نحن بصوة الالسر كاملين المنطقة تأخذ الارسر بلانتير من الارسر уг المنطقة بلانتير من الارسخ المنطقة دم� tylko يقول يتقول ومن النقاط المهمة اليك تعرفها انه هو ممكن يجرح ويخرج احد المناطق نشوف هاي الاسئلة 20 بالمئة ملتبول يعني هو صح اسمها بس 20 بالمئة منها ملتبول هاي معنا ما موجودة بمالزمة بس هي صحيحة حسب البحث هذه ايضا معلومة صحيحة البرولابس الزايد همين العلاقة بالموضوع الى علاقة انه يصبح عندنا ألثر لانه رح يتخيل انه ركتب رح ينزل من الاي الكنال رح يتعرض الى environment هو مو مخصص يكون بها فهذا ممكن يسوي الى ألثر عجابة الخاطئة هي خطأ خطأ هاي العبارة ايضا صحيحة لانه واحد الكوز مالتا ركتل بولابس فممكن ايضا ب ركتل بولابس فهذا احد الاسئلة السؤال الاخر سؤالة ركتل صحيحة ايضا صحيح صحيح عجابة خاطئة بولابس فهذا عبارة صحيحة فلنختارة هي رغمت لهذا صحيحة بس يطلع بدون اي ركبة ما عندها هاي ركبة اللي تشيلها واحد من البولابس الشائعة هي الفيلاس ادينومو واحد من الاشياء يقولك هي انه شكلها يعني مثل شكل السعفة ممكن يكون وهذي تكون يعني تندنسي تو بيكون ماليقنت نانا مشكلة معناتها صح بس هاي من النقاطة الاساسية اللي رح تساعدنا الحلق هاي اسئلة هو يعني يعني ممكن يساعدنا بالموضوع مرات هذا البولاب اللي يكون مثلا هذا الركتم وهنا هذا البولاب اللي يكون بشكل السعفة مرات رح يفرز بعض يعني مثلا وممكن يفرز بعض الاشياء اللي هي الميوكس اللي تكون بداخل الميوكس مثلا من البوتاسيوم زيان فلما يفرز بوتاسيوم هواية ويطلع بوتاسيوم هواية بالسطول هذا ممكن يسوينا هايبو كاليميا زيان فالبوليبس هو من الاشياء اللي بالنسبة لي المانجمه من البلس هايبو كاليمي بالنسبة لي المانجمه من البلس ها دي نومه مجرد اي جي اسويل حشانو لوقع لجيان اما سيجمويدوسكوبي يعني كل ما ينتخل لنا نظور يعني هذه احنا عقلها بالركتم كارسينوما يعني طريقة العلاج مهنة اه احنا صح نعوض الالكترولايت بس هذي مو طريقة العلاج هذا مجرد الركتل ادينوما اسوسياته هايبو كاليميا صحيحة انه بارخاطئ واتريداريه صحيح ايبو كاليميه صحيح اضافة الى ليش كونستيبايشن لانه هو ياخذ ممكن ما يخلي الستول ينزل بشكل طبيعي وكأن واتريداريه وايبو كاليميه لانه هو يفرز هذا البوليبكم يفرز بعض السكريشنز منها الكوتاسيوم الشغلة الثانية هي فاميليال ادينوميتاس وهذه يعني كل شو هاي تكون على الركتم ترى تشوف الركتم وهو هاي بوليبس جوه وغره وكذا بكل مكان يعني بالمئات اه عندك الجين المسؤول عليها واحد من الجين ويسوينا هذي الحالة الكولونوسكوبي هو اللي يأكد الدياغنوس هاذا كونديشن ايضا لانه زيان و لانه غالبا رح يشيل الكولون زيان و بس الركتم يبقى بس احنا دائما نجي نوخر اللي تكونوا تتطور حتى لو بعد ما شلنا لانه هو موضوع بيجنتيك ديفاكت عدنا بعض البوليبس الاخرى مثلنا هايبربلاستيك بوليبس اللي تكون بسبب الانفلميشن وبناوين ما هي علاقة بالماليقنسية عدنا بعض هاي البوليبس هاي الجوبنايل تكون بالشباب وبالصغار ويعني الجست تيومر غاسترو انتستنايل استرومر تيومر ايضا من البوليبس اللي ممكن نلقاها هذي يحكينا عليها بالباثولوجي اكثر اذا اكون عليها سؤال بالسيرجري فعني حاطي ورح نحله مرة اخرى يحكي على البوليبس الاخرى مرات تكون single مرات تكون multiple مثل انتوصل مع الفامية ل اللي يتلقاء غالبا لدينا الفيلس ادينوما الفيلس ادينوما ممكن تكون اكستنسف لهذا ممكن يساوي يعني يسد المجرم على الكولون او ماركتم ممكن يروح ماليقنانتو كينا هي حالة ماليقنانسي لدينا الفيلس ادينوما فالفيلس ادينوما نساوي للكل اما الفاملية يعني بوليبوسيس فاساوي لكولو كولكتومي اوكي اشي الكولون ويعني preserve the rectum حتى نشوف البوليبس الاخرى اذا كانت موجودة والبوليبس اذا كانت موجودة رح اشيلها بالندوسكوبك تكنيكيش لانه هنه بريماليقنان طفل عمر اثناعش سنة عندفد بريماليقنان 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 هذا وصف كلاسيك كلش للبوليب وهذا البوليب يسوي لبليدن اضافة الى انه وهو يونج ايج فهذا يعني الاجابة صحيحة بوليب واذا ردنا نعرف اكثر هو الجوفنايل بوليب اللي يكون يعني بالنصغار الفيلوس بوليب واحد من الاشياء من اكثر الاشياء شيوعان اوكي وممكن يفرز ميوكس دائرية ورهايبوكاليمية بس السمتم اللي اكثر شيوعان هو البليدن سؤال اخر ركتال بوليبس اكثر سمتم شيوعان بيه هي بليدن هو اللي يجيب المريض الى المستشفى طودلر طفيل شافة شنو اكثر هو جوفنايل بطفيل عمره اقل من خمس سنوات هذي ايضا ركتال بوليب فمن هاي الحسينة تستشف انه البوليبس واحد من الاكثر الاعراض ما تشيوعا هو البليدنج والبوليبس اذا لقناها فهذه غالبا جبناء هاي صورة اللي البلس بوليب شوف انه هذي كنها بوليب وسادة جزء كبير من السركونفرنس من الركتم هذي الفاميليا الادينوميتس شوف العدد الهائل من البوليبس اللي موجودة بالركتم هذي السؤال يقول لك الركتال الادينومة is associated with هايبو اكاديميا واذا كان مكتوب مثلا بليدنج بالركتم ايضا هذين من الاشياء اللي ممكن تكون موجودة الموضوع الاخر هو الكارسينومة تجي من الادينومة قلنا حصل الادينومة اللي اخذناها قبل شوية فممكن تنشأ من عدها ان stepwise وهذا البروغرشن يسمو ذي الادينومة كارسينومة سيكونس انه يصر هايبرتروفي بعدين يصر متابليجيا شوية شوية يوصل الى الكارسينومة وخمسة المقاطة المهمة ايضا انه يمكن تكون موجودة كارسينومة للكتومه المهمة ايضا انه يمكن تكون موجودة موجودة يعني التومر مو بس الأميكة سغير بالرقتم ممكن حتى انخفاض ممكن حتى ديسكنتينوتي بالميكوسة هذ ممكن ايضا يعتبر كانسر لانه من المستهلكم من البرزنتيشن بالرектال كارسينوما بالابطن الى بعض الاحيان يطلع كبوليب بعض الاحيان يصير الفلتراتيين تايبز هذا السؤال جاي للسارة مرة من المرات كارسينوما في ركتم يجوالي ستارت هاي العبارة صحيحة سبريتز لوكالي إنه لونجتودينال مانر هاي العبارة خاطئة السبريدينج من كارسينوما في ركتم يكون سركونفرينشيا شوف نانا بيلي مكتوب يعني شوف هو السؤال كأنه مصاغ على الكلمات اللي موجودة بيلي القصد شنو إنه هذا الركتم وداعش يعني عليه من فوق يصير النمو مالته يعني هذا بشكل بحيث يغطي اللومن ما يصير يعني شوية شوية يعني هذا زيانو هاي الطريقة يكون أما هذا لا يغطي السركونفرنس كله هو لونجتودينال إذا رسمه يعني بشكل أحسن فإذا إذا شوف عليه من قدام فهيش يعني شوية شوية يعني شوية يقول شوية يجيش يعني عكس السركونفرنش ياللي رح يكون يغطي السركونفرنس كله ثالث نقطة إذا شوفه يكون لتحدث بشكل أحسن أدينومة هذه العبارة ممكن يكون بها نوع من الصحة بس مو غالبا يعني مو تصير دائما ببنان أدينومة بعض البنان أدينومة ممكن تكون ممكن تكون ممكن لا ممكن تكون مجرد فهذه العبارة مو مو خاطئة خطأ خطأ هيا العبارة خاطئة إحنا بداية الفيديو كأن الليمفاتيكس تسعت ليفو تشوفنا الليمفاتيكس يعني تصير بالأبورد يعني تسعت ليفو سواء الآخر يخص البنى السبريد أوف ديركتال كانسر حيث سيوجوالي أرلي هذه العبارة الخاطئة تكون ليت والريج دي لفر إن ثلاثة واربعين بالمئة من الكيسيس لا أربعة وثلاثين يعني سواء كلش خبيث بس هذا موجود ببيني شوف أنه بيلي كاتب أربعة وثلاثين بالمئة بينما لنك ثلاثين وعشرين بالمئة هي العبارة الصحيحة وكاركترايز ستني والدفينشيات تشوفنا هذه العبارة خاطئة إلى الفينيس سبريد يعني ما تصار إلا إذا التيومور كان وصار بميتاستاسيس وصار بميتاستاسيس سباط عشب المئة ودع عشب المئة يعني ما ذي غياضيات عوالي بس نقل نستفاد منه إنه أو الشيء السبريد ما تكون بعدين ويكون السبريد ليش؟ لأنه هو ركتم غالباً بلد سبلاي مالته إذا نحن نشوف الركتم قبل دينتيت لين البلد سبلاي مالركتم يرتبط بالإنفيريار ميزنتريك آرتري نزيان وهذا الإنفيريار ميزنتريك آرتري يرتبط بالبورتال فين بل لهذا تشوف أنه الميتاستاسيس أغلبة يصير للفينيس بعدين يصير يلا للنغ عندك سؤال آخر عن الركتال كانسر يقول لك هالعبارة خاطئة لا يعني شيء يصير بالميل و بالفيميل عادي هالعبارة صحيحة احنا قلنا يكون نذني الأدينوم والبابيلوميس يكون و يكون قد يكون موجودات بهذه المناطقودات تذكرون بملاحظة بالباثو قلنا من الأشياء اللي خلتنا نتذكر أنه يعني الأدينومي العلاقة بالكانسر أنه كنا نشوف مثلا هذه الركتم وهذه المنطقة بيها مثلا ريكتال كارسينوما اجينا تمنا بايوبسي وبالهستولوجي شفنا هذه المنطقة اللي بصفها بيها شنو؟ بيها يعني أدينوما زيان؟ فاتهمنا الأدينوما إنه هي اللي سببت ريكتال كارسينوما لأنه كانت يعني بالهستولوجيكلي منطقة أدينوما بصفحة منطقة ريكتال كارسينوما فا افترضنا إنه هذا تحول صار والركتال كارسينوما كانت كان يعني الادينوما كانت بريكارسر إله أوكي هو بس 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 يعني هذا التعميم بتحسه كلش غفا زيان يعني أكو تيومر بسرعة أكو تيومر تاخد وقت أطول من هذا الشي كارسي تحسه في الوضع كل شيء و حد كل شيء تحسه علي الغبارة خاطئة تكون غالباً لالفل هي الأكثر واحد شمال هاي الأرلي سمتوم أهم شيء عشيه هالبليدنج بالركتم بعدين التنسمس انه انت عندك هذا الركتم اذا اكوفت ماسة هنا التبدي تحس انه هذا استول فتحاول الدفعة فالشخص يشعر انه عند لما يروح ما يتطلع اشي فهذا التنسمس وارلي مورنك دايرية انه ممرات هذا التيومور يفرس اشياء تخلي يعني ميوكس كذا فتخلي يعني يصر عندي اول ما يقوم الصبح يصر عندي يعني ستول ودارية قدنا الستيجينج مع الدوكس وهذه احنا اخذها على الصورة تكون احلى زيان تشوف انه الدوكس اي يكون يعني فقط بركتال وال يعني هذا هو الركتال وال زيان فهو فقط اهنان ما متعدي حدود اما بالدوكس بي فلا يعبر الركتال وال الى الاكسترا ركتال سنتجرز مثل ما دا شوف احنا دوكسي هو اللي بدي يعني يصير امبولفمنت بالليف نوت يعني حتى الحدود اضافة الى انه صار امبولفمنت بالليف نوتس اما الدوكسي يعني كل شي خراب يعني وصل للليفر صار متستاسيس عبر كل الليف نوتس زيان فهذا هو التصنيف مع الدوكس نشوف انه بعض الاسئلة على هذا التصنيف شنو الطريقة اللي نعالج بيها الدوكس اي مجرد هو بالركتم مع عبر والا شيء زيان فالعلاج ما تيكون بالسيرجيكال الاسئلة مواركسي فخياره هو اي مدارس مع الدوكس الخياره ذاك مواحد هو السيرجيكال دوكسي الاسئلة مواركسي احنا ناخذ النقاط المهمة اللي يليها علاقة بالسيجيكال شوية 52 الدايمانات كل البايتين لازم يروحون نسوي لهم سيجمويدوسكوبي و بايوبسي لان اذا شوف يعني ايش دي يصير شنو هذا النوع المانيجنسي واسوي لك كولونوسكوبي اف بوسيبول والكولونوسكوبي يعني اروح استكشف اشوف هل اكو بوليبس اخرى بالمنطقة هل اكو فد يعني ليجنس اخرى بالمنطقة من الكولون اوكي ليجن كان بالركتم بس ممكن الكولون ايضا ببعض الاشياء واللي يلحي علاقة و تكون والبايشن سيتي ممكن يعني امراء ممكن التراساوند هسا راح ناخذ كل واحدة شوكية تفيد نشوف انه السيجمويدوسكوبي زين فهو سيجمويدوسكوبي و بايوبسي طب الركتم واخذ منه قطعة وحاول ان احوديها الستولوجي ونبحثها هو الدياجنوسيس كونسر اه اللي هو هو يعني شنو واني عندي هذا الركتم راح ادخل من الركتم مثل البروب مع الالتراساوند ودخله هذا راح يطيني فد يعني يشوفني المسكولر لير مع الركتم ويقول لي اذا يعني عابر الوال عابر يعني الاكسترا ركتال تيشيوز اذا واصل يعني منطقة كل شوائفة هذا يعرفني الالتراساوند اني شيء اخر هو المسكولر المشكلة بالالتراساوند ما كان يقول لي الالتراساوند هاي اللي هنا اذا كان ينتقل لها ما كان يقدر يفرق بيناتين لان كل الالتراساوند ستركترال وهي السؤالة فمات كان يعرفي فرق بيناتين فمات كان خوشي الانستيجين للانستيجين فاني راح استعمل للانستيجين راح استعمل الامار اي اما السيتي سكان فرح يشوفني المتاستاسيز اللي يروح للليفر الى بقية المناطق الاخرى فهذا كل الانستيجين راح استعملها المالتين الانستيجين هو من خلال السيجمويدوسكبي الالتراساوند يشوفني تي ستيجينج الانستيجين اطلع من الامار اي بشكل عام يعني ممكن الامار اي يفيدني حتى بهذا الشغل اللي كانيزة ولي على الالتراساوند فممكن استعيض بالامار اي عن الالتراساوند اكو بعض ال ممكن اقول المريض انا اصوى الكستوما ممكن اصوى الانيمية بسبب النزف الالكترولارية بسبب الميوكسسكريشن ممتاشي بخشبه باول بروفيريشن حمي من الديب ثرمبوسيز ويعني بروفيلاتيك انتباتيز ويعني واحدة الاشياء الاخرى انه ممكن انطيع علاجات للسيء الركتم اللي قبل العملية اذا اريد اقلل الستيجين وسوي داونستيجين هذا يسوي لكي مو رادييشن واردكم تذكرون كي مو رادييشن لانه بمعنزم الجاية وي مرتضى راح اقول لكم انه الانال كانال يعني داونقناس كان الكارسينومة مالتسكويماس سيل كارسينومة ازين وهذه تتعالج بكيمو ثرابي فقط ازين اما احنا فالسيئي راكتم هذا هي من الادينو كارسينومة ازين الادينو كارسينومة لانه هي كولومينار والجاية راكتم فوق كولومينار جاية فالعلاج مالتكيمو زايد رادييشن هذه يعني إذا أردت أسوي أنت؛ه انت благодар من المطالك بس إذا كان المطالك الأول يعني ما أحاجد أنه أنتكيمو وراضياتي علي إذا استطلقت على هذه النقطة مع السيقويم السيل كارسينامو أنت تعرف أنه إذا هذه الرектام ولا هذا الدينتايت لاين وهناها العينالكينال زيان وهذا الرектام حتى تعرف أن الدينتيات لاين سيُفصل بين منطقة الاوتوناميك نربس يعني يعني وبين السوماتيك وهنا هاي المنطقة متصلة بالجي اي تي فاللاينينغ مالتها كولومينار اما هذي في السطح الخارجي اللي برا فهذي تكون يعني فالكارسينوم اللي تصير هنا تكون كولومينار اللي هي علاقة بالجلانز فتتتحول الى اما اللي هنا فهي كارسينوم زين عني ركتال كانسر شلون اعالجة مم يعني هو كانسر وقلنا اذا انطينا كيمو قبل العملية فهذا لا يغني عن السرجري شيئا فالماينستي مالتي هو السرجري انه اسوي الى انه اسوي الى ميزوركتال اكسجين في الميزوركتال اكسجين انه يعني هذا هذا الركتم وعني هنا لا يوجد ستركترز هنا وستركترز هنا فاللي يسوي انه يجي يعني قصف فالطريقة ما ادري شو يعني او يعني انه في طريقة معينة ما يقصون الركتم كله ما يقصون منطقة كله يقصون من الاكسرا ركتم يقصون هيشي هيشي يجون يعني هش طريقة زين هذي يسموها ميزوركتال زين يعني يقصون جزء من الكولون جزء من الاكسرا تيشيو حتى يعني يمنعون الركارنس وهذه يسموها ميزوركتال اكسجين مست كيسز نقدر نغالتها من الانتيريار ريسكشن اللي تفيدنا يعني اه 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 بس دا يقول بهاي السطرين السابقات انه عندي عملية عندي انتيريار اكسجين لسه خلنا اخذ كل واحدة من هذين نشو وكت ان استعمله عندي هذا الاينال اوكي المنطقة هي الاينال احبدي احسب مسافة من الاينال احسب احسب اذا هاي ثلاثة ثلاثة وهنان خمسة تقريبا هاي المنطقة الحد هنا عندي خمسة سانتيمتر اذا كان الليجين منطقة اقل من خمسة سانتيمتر من الاينال احد خمسة زين يعني مثلا هنا ايضمن قدود الخمسة فبهادي الحالة راح استخدم العملية اللي اسمها Abdomino Perineal Resection هذي الحالة اللي هي استخدمها للليجينز اللي تكون شوفها يكون لك الليجينز اللي تكون بقات او بلو 5 سانتيمتر من الاينال وهي العملية complete excision of the rectum and anus اجي اشير هذا الركتم والانس كله ازياد وحط له colostomy وميطلع من عنده الفيكل الفكرة شينو ما تحسون هذه العملية كلش وحشية زيادة لشلت للركتم شلت للعين الكنال يعني المريض طول عمره راح يعني يتغوط من شيس اوكي فهذه العملية ببعض الاحيان نستخدم عملية اخرى اسمها اللي تكون اللي تكون يعني المريض يصير يتغوط براحته يعني يتغوط حسب ارادته لانه السفنكتر مرته سليمة بس الفكرة شنو انو مو حسب عجابي أو حسب يعني حسب اللي اريده يتغوط يتغوط هذا يعتمد على الوكيشن من الليجين من الليجين احنا حسبنا الحد خمسة كان الليجين يعني اسوي له العملية الوحشية مرته بس اذا المريض الليجين مرته كان لي فوق كان اعلى كان بعد الخمسة شوف اسه هنا بعد الحد الفاصل من الخمسة هذا هو الليجين الهن هذا ساعتها راح اسوي له الانتيريال انتيريال ريسكشن فالانتيريال ريسكشن تكون لي الليجين التي تكون اكثر من خمسة سانتيمتر ابوف يعني تلقها بالبروكسما الثيرد يعني بالثيرد الاول او بالتوثرد يعني بالأول الثاني الأبر والميدل ثيرد أستخدم لهم وهذا الانتيريال ريسكشن من العمليات اللي تساعدني بالسفنكتر. تحتفظ بالسفنكتر. زين اجد يصير. اللي اللي يصير هنانا انه اه اجي اقص هذي المنطقة. زين. واسوي متبقي من الكولون. زين. وهي المتبقي من الركتم واللي الكنال. يعني يجي اربطه. اجي هنانا واخيط وهي المتبقي. ويبقى عند سفنكتر. ويبقى عند يعني كنترول اللي الديفكيشن مالته. زين هاي العملية اقلتها وحشا. بس شنو ارادة المريض انه يكون نوعا ما محظوظ. انه الليجين يكون اكثر من خمسة سنتيمتر. ما رح تساولهم فات هارتمند بروسيجا. يعني هذا اذا ما دبروها. كانوا كلش ضعفة انه يساولهم بس يعني ما يحفظ تحفظها. هكش تعرفي انه شوكت اسوي انتيريار ريسكشن وشوكت اسوي اب دومينو بيرينيال ريسكشن. فهسا نرجع للسلايد مالتنا. نعيد الجملتين مرة اخرى. يقول لك الموست كيسس can be treated by انتيريار ريسكشن. هذي يعتمد انه هنه كانن اكثر من خمسة سنتيمتر. وكنا نحط لهم يعني استوماس. يعني ريها نستموسيز نسوي. هذو اللي خاطية نسوي لهم اب دومينو بيرينيال ريسكشن لانه كانوا اقل من خمسة سنتيمتر من الانال برج. مرات نسوي لهم بيو برديو ثيرابي وايضا كيمو ثيرابي ايضا قبل العملية. مثل ما شفنا بالسؤال قبل شوية. مرات يصير بالبورتالفين يعني يوصل للليفر. فممكن ايضا نقص شوية من اللي اللي صار بيميتستيس. زيان. هسا نجي على احنا اخذنا عمليات مع عمليات شوية بها اخذنا اخذنا الابدومينو بيرينيال واخذنا الو انتيريال ريسكشن. زيان. هذاني عمليات كان اقص كمية كل شبيرة. بس يعني مجرد هذا الليجن واجه عشي له خاص. يعني كل شيء ما يتأثر عند المريض. زيان هذا شوية تسوي. اللي ابنونا بيرينيال اللي كان اقل من خمسة سنتيمتر. زيان. هذا كان للاكثر من خمسة سنتيمتر. هذا شوية تسوي. زيان. شوية. نشوف انه اكو عدة كريتيريا للموضوع. انه تيومر اول شي يكون اقل من اربعة سنتيمتر. كل شيء صغير. فحيت ما يعبر اربعة سنتيمتر. لازم ما ياخد اكثر من اربعين بالمية من البول. يعني ما ما اخد لي خوائر من البول. لانه اخد سبعين وعنين بالمية. حتى ليجي تسوي فات. يعني رسكشن. يعني حتى متل هم تسوي فات رسكشن. اللي هيج تيومر شبيع. حتى تشيل من الوال ما تخوه سوي لعملية مع الانتيرى رسكشن احسن. تيومر تيومر مع 10 سنتيمتر. وليتومر اللي يكون فريلي موبايل. خلينا اخذ سؤال عن الموضوع. بس قبل السؤال اشوف انه يقول لك اذا بالالتراسون بعض الخصائص الاخرى انه T1 و T2 ليجينس ممكن اشيلها بلوكال رسكشن بس بشرط انه ما يكون بلوكال رسكشن. يعني اذن في بولك الكراتيريا for local excision of acerectum is done in all except. الوذن ست سنتيمتر of the anal verge هالعبارة صحيحة. احنا احنا حدنا من الانال verge والدنتيتلين يعني تقريبا حدنا عشرة سنتيمتر. الليجين اقل من اربعة سنتيمتر صحيح اقل من اربعة سنتيمتر صحيح. اقل من اربعة مينيين. يعني العبارة الخاطئة اهنانة. زيان يقول لك T1 و T2. بس مو مو with. لازم يكون without حصرا. no regional left note involvement. هو اللي يكون باللوكال اكسجن. شوفنا اقول لك الفولس about indications of locker intersection. هاي العبارة هي الخاطئة ايضا. زيان. لانه TN0 اوكي اقبلها. ما اكو left note بس هنا انا ما اقبل عنه. حتى لو كان T1. بس مدام اكو left note involvement هاد الشي لا اقبله. زيان. اه هذي صحيحة هذي صحيحة. هذي صحيحة. طبعا. اللي استشفت من هذي الاسئلة. انه ما رح يجي غلطك بوحدة من هذني. بقدر ما رح يجي غلطك انه يريد اختبرك انه هل اقدر اسوي. بلينف نود مضروبة بلينف نود صحيحة. احنا خطأ. ها هي الفكرة من موضوع اللوكال اكسجن. احفظ هادا. احفظ هاي النقطة اللي هي اهمشي. انه ما اقدر اسوي لوكال رسكشن. اذا يعني صار اكل اللوكال بلينف نود امول مده. موضوع اللوكال احفظه. احفظ. هاي هي العبارة خاطئة العبارة الصحيحة هي موضوع لا يعني ما يسوي بس اذا سويت فالموضوع رح يسوي وهذا سؤال من الموقع ودكتور جايب يعني تقريبا 20 سؤال من الموقع فممكن لابد يجي يوم ويختار هذا السؤال فمهم دير بالك مع هذا الموقع فماذا تقريبا حلينة هذا الموقع شوف عدت له قائلي بس دبت كان قلتك الترساون بس من قلتك الترساون بس من قلتك الترساون فالامعره رح يسقه ويتغلب عليه لانه قلنا الترساون يعني الالترساون ما كان يقدر يفرق بين النوت والليمفاتيك شخص عمره سبعين سنة برد من القلتك الترساون برد من القلتك الترساون والموقع كانت على 5 سنتيمتر من القلتك الترساون وكل امورها منتهية واللوكال اكسجن ما راح اسوي لانه غالبا الاسئلة اللي عليها علاقة باللوكال رسكشن تجي تقول لك انه انا انطيني الانديكيشنز ما يجي يقول لك عملية اي ما يجي يطيق مثلا ويقول لك الجابة صحيحة معناتها لوكال اكسجن فلنختار لوكال ابل الموضوع هو الاكثر اشياء اهمية هي بين ابدامناو فيرينيال رسكشن وبين اللو انتيريال رسكشن هذا فقط اذا قل لك اندكيشن يجي بس لغة سخال بي اندكيشن فشو راح اختار ابدامناو فيرينيال لو انتيريار جو احنا امراح اضمالتي انو اذا كان ات او بلو 5 سنتيمتر فراح اختار الابدامناو فيرينيال رسكشن فهي العبارة الصحيحة سؤال ابس شيء انو patient 5 سنتيمتر ابدامناو فيرينيال رسكشن patient comes with rectal carcinoma ستة سنتيمتر above the dentate line with no metastasis احنا راح اختار الانتيريار رسكشن مثل ما تشوف انو اكثر مت خمس سنتيمتر ابدامناو فيرينيال رسكشن ابدامناو فيرينيال رسكشن is done in colorectal cancinoma at the base of الموضوع الى علاقة the distance from the anal verge خمسة or less فهذا استخدمه الدوميناو فيرينيال خمسة او ستة and more ستة ومور هذا استخدمه anterior resection in which case anterior resection is the method of the treatment زيان الموضوع لعلاقة بال CA rectum لا يخد عايق يقولك anal canal لا ال prognosis can be assessed by the histological grading هذا من الاشياء اللي لازم نحفظ عنه tumor size ما لا علاقة بال rectum duration of symptoms ما لها علاقة بال prognosis بال prognosis الموضوع فقط الى علاقة بال histological grading انا اجي اشوف بال histology يشوف شقد واصل شقد مخترق الوال شقد عبر الوال على شخص عمره سبحين سنة اجي اشتري لور جاي bleeding ماس هذا الماس 4 سنتيمتر طولة 3.3 هذا الجاب صحيح زيان best procedure in mid rectal carcinoma احتى عندك الرectum متقسم الى 3 مناطق زيان فاذا كان هنا فالجابة صحيح انتيريار ريسكشن لانه هذا رح يكون اكيد اكثر من ال anal verge اكثر من اعني شو نقول من هذا هذا ال anal verge اكثر من 5 سنتيمتر زيان فعني مجرد طريقة مغلفة انه يقول لك الموضوع 6 سنتيمتر اكثر قبل ما نقتل بس ايدراجع موضوعين اهم موضوعين بالملزمة اللي ان ال pro labs زيان وشون عالجها وشون عالجها زيان ال pro labs كنه يعني ما يكون ميوكوزل زيان والميوكوزل خليد تكون بالشلدران وعالجها conservatively وذا مرفض رح يسوي لثيرش ويره اذا كان full thickness pro labs فهذا يعتمد على كونه يعني fit for the surgery or unfit for the surgery اذا كان fit for the surgery فرح يسوي لالabdominal approach اذا كان unfit for the surgery رح يسوي لبرينيال approach تكون low recurrence هذا بخصوص هذا بخصوص هس اذا عجينا نحتي على موضوع فعندنا وعندنا وهذا هذا معينة معينة وبعض ال الاخرى وقلنا ندير بالك لا تختار الا اذا يصير لك بسؤال بشكل نصي وصريح انه مطيني ال وعندنا بعدين عمليتي اللي هي والابدومينو بيرينيال الموضوع اعتمد على هذا اكثر من هذا خمسة سنتيمتر وحستخدم الابدومينو وبهيش تنتيم المحاضرة نشوفكم بجمعات اشتركوا في القناة